مرحباً بكم في هذا الفيديو. اليوم سنتحدث عن كيفية التوقف عن تدمير نفسك واتخاذ خطوات نحو حياة أفضل وأكثر صحة. جميعنا نمر بأوقات نشعر فيها بأننا نعيش حياة غير صحية أو نتخذ قرارات سيئة تؤثر علينا سلباً. ولكن هناك دائماً طريقة للتحسين والبدء من جديد. النقطة الأولى تعرف على سلوكياتك السلبية الخطوة الأولى في التغيير هي الوعي. حدد السلوكيات أو العادات التي تؤثر عليك بشكل سلبي. سواء كانت الإفراط في الأكل، التدخين، السهر الطويل أو السلوكيات السلبية الأخرى. الاعتراف بالمشكلة هو نصف الحل. مثلاً، كان عندي عادة السهر الطويل وده كان بيخليني أحس بالإرهاق طولي اليوم. قررت أني أغير ده بالنوم بدري والاستيقاظ بدري. ولحظت فرق كبير في طقتي وإنتاجيتي. النقطة الثانية ضع أهدافاً واضحة. بعد تحديد السلوكيات السلبية، حدد أهدافاً واضحة لتغيير. اجعل هذه الأهداف قابلة للقياس وتحقيق، مثل سأتوقف عن التدخين خلال ثلاثة أشهر، أو سأبدأ بممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع. النقطة الثالثة، احصل على الدعم. لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء، العائلة أو المحترفين. الدعم من الأشخاص الذين يهتمون بك يمكن أن يكون دافعاً قوياً لتجاوز الصعاب والاستمرار في طريق التغيير. أنا شخصياً لجأت لصديقي اللي بيمارس الرياضة بانتظام، وهو كان دايماً يشجعني ويحمسني، وده ساعدني كتير في الالتزام بجدولي الرياضي. النقطة الرابعة، اعتني بصحتك العقلية والجسدية ممارسة الرياضة، تناول الطعام الصحي، والحصول على قصد كاف من النوم هي أسس حياة صحية. بالإضافة إلى ذلك، حاول ممارسة التأمل أو اليوغا لتحسين صحتك العقلية وتخفيف التوتر. النقطة الخامسة، تعلم كيفية التعامل مع الفشل. الفشل جزء من الحياة، ومن المهم تعلم كيفية التعامل معه بشكل إيجابي. استخدم الفشل كفرصة للتعلم والنمو بدلاً من أن يكون سبباً للإحباط والاستسلام. فاكر مرة، لما فشلت في مشروع، كان مهم لي، كنت محبط جداً، بس بدل ما أستسلم، حاولت أتعلم من أخطائي وأبدأ من جديد، وده خلاني أقوى. النقطة السادسة، حافظ على الإيجابية. حاول التركيز على الأمور الإيجابية في حياتك، وابتعد عن السلبية. الإيجابية تجلب الطاقة الجيدة وتساعدك على المضي قدماً بثبات نحو أهدافك. النقطة السابعة، تعلم قول لا، تعلم قول لا، للأشياء التي لا تخدم مصالحك أو تقودك نحو أهدافك. هذا يشمل العلاقات السامة، العادات السيئة، والالتزامات غير الضرورية. النقطة الثامنة، ابحث عن هوايات واهتمامات جديدة. الهوايات الجديدة يمكن أن تكون طريقة رائعة للابتعاد عن السلوكيات السلبية واكتشاف جوانب جديدة من شخصيتك. جرب هوايات جديدة مثل الرسم، الكتابة، الطاهي أو أي نشاط آخر يشعرك بالسعادة. التغيير ليس سهلاً، ولكنه ممكن. باتباع هذه الخطوات، يمكنك البدء في بناء حياة أفضل وأكثر صحة. إذا استفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، التعليق، ومشاركته مع أصدقائكم. شكراً لمشاهدتكم، ونتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة والإيجابية. ابدأوا اليوم بتحديد هدف صغير واحد، وحاولوا تحقيقه. مشوار الألف ميل، بيبدأ بخطوة واحدة.